اشتركوا في القناة والحقيقة مع عيد الميلاد المجيد طبعا العيد ده بالنسبة لي السنة دي له طعم آخر بيعتبر ان ده أول عيد أمارس فيه مسؤوليتي الجديدة وفي عيد الميلاد بيترفع قلبنا للسماء حيث الملائكة وبشارتهم بالفرح الجديد لكل العالم في قصة الميلاد يمكن الشخصية الرئيسية طبعا غير ميلاد ربنا يسوع المسيح كانت شخصية النجم والنجم استخدام النجم فيه علامة رمزية ان المسيحية سماوية محلقة في السماء ومسيحيتنا لو جينا نسأل ابتدت منين نقول ابتدت من السماء والسماء بمعنى ان الآية المشهورة في يحنى 3-16 تقول هكذا أحب الله العالم ولما أقول هكذا أحب الله الله في السماء أحب العالم كله والمحبة ده هي لم تكن محبة نظرية بل محبة عملية عشان كده أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد هذا البذل ابتدى بيوم الميلاد والنجم نجم الميلاد قال عليه القديس يحنى زهبيه الفم انه لم يكن نجما عاديا بل كلا ملاكا في سورة نجم شيء يفرحنا ان احنا عنينا تبقى مرفوع للسماء لكن كمان في قصة الميلاد بنتقابل مع النجوم كثيرة ممثلة في شخصيات اجتمعت كلها حوالين قصة الميلاد مثلا نجم يمثله القديس يوسف النجار شيخ كبير متقدم في الأيام يعمل في هذه المهنة المقدسة مهنة النجارة وهذا الشيخ المتقدم في الأيام يصير حارسا لسر التجسد ويصير حارسا وحاميا لأمنا العزراء مريم وقصة يوسف النجار وتعبه مع هذه الصبية مريم في أثناء ولادتها وأيضا بعد الولادة والهروب إلى مصر وتحمل مشقة سفر سفر طويل ويستمر في أماكن كثيرة ولم يكن لمكان واحد وتتبارك أرض مصر بزيارة العائلة المقدسة نجم الثاني بنشوفه في قصة الميلاد هو القديس يحنى المعمدان يحنى المعمدان بنسميه القديس يحنى السابق والسابغ والشهيد سابق للسيد المسيح أكبر منه بالجسد ست شهور والسابق لأنه قام بالمعمدية في بداية خدمة ربنا يسوع المسيح وأيضا الشهيد لأنه ختم حياته بالاستشهاد تعبيرا ودفاعا عن الحق نجم طبعا يحنى المعمدان إنه النشأ من أسرة برة أسرة زكريا الكاهن وزوجته أليس أباط نسيبة أمنا العزراء والأسرة المقدسة دهيت اللي بقيت وقت طويل لم يعطيها الله نسل ولكن تمجد أخيرا وعطاها يحنى المعمدان أعظم موليد النساء نجم ثالث من نجوم الميلاد القديس سمعان الشيخ سمعان الشيخ إنسان متقدم يقال أن عمره قارب 300 عام وهو اللي كان مشارك فيه ترجمة الكتاب المقدس في سفر أشعياء ووجد الآية المذكور فيها هالعزراء تحبل وتلد فلقى الكلمتين مش مشين وابع عزراء وتحبل مش مرتبطين ببعض أو يعني ظن إن فيهم تناقض وده فكر بشري لكن الله أعطاه العمر الطويل حتى يرى هذا الأمر فتأتي أمنا العزراء مريم وتقدم الطفل الصغير وتضع بين يدي الكاهن وتقدم تقدمة شقر للهيكل فالكاهن اللي هو سمعان الشيخ يقول العبارة الجميلة الآن تطلق عبدك الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيناء قد أبصرت خلاصك خد بالك إن هو شايف طفل صغير لكن أبصر خلاص المسيح لأن عيناء قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام الشعور نورا تجلى للأمم ومجنى لشعبك إسرائيل نجم في الميلاد نجم آخر في الميلاد القديسة حنى النبي تلك الأرمالة التي بقيت 84 عام عابدة بأصوام صلوات في الهيكل وكأنها إنسانة مكرسة وتصير بهذه الصورة الجميلة منتظرة هذا الحدث الجميل وميلاد شخص ربنا يسوع المسيح بالكسب نجم خامس بنلاقيه ممثل في مجموعة الرعاة الرعاة ناس بسطاء ولكنهم أنقياء وبحسب التقديد اليهودي القديم كانوا يعتبروا على هامش المجتمع يقال إن ما كانش يبقى لهم تسجيل في السجلات الرسمية بتاعت البلاد لأنهم قوم رحل من مكان لمكان الرعاة أول من خبروا ببشارة الفرح وميلاد ربنا يسوع المسيح نجم سادس المجوس والمجوس قوم غرباء قدموا من بلاد بعيدة من المشرق وكانوا في عبادات وسنية وكانوا يمثلوا العالم الوسني الرعاة يمثلوا العالم اليهودي ويأتي المجوس بهداياهم اللي قدموا حسب التقاليد اللي عندهم وجايين بالسؤال الجميل أين هو المولود ملك اليهود نجم وهو دول اللي النجم من ناحية الفلك كان بيرشدهم في الطريق نجم سابع باللاقي في هذه النجوم هو الملائكة اللي زهروا في جوقات كبيرة ومرتلين ويقولوا التسبحة الجميلة بتاعت الميلاد المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر حالة فرح والملائكة قوم يمثلون السماء فتاخد بالك ويايا ان حوالين ميلاد ربنا يسوع المسيح اجتمع اليهود ممثلين في الرعاة والوسنيين العالم الوسني ممثل في المجوس والسمائيين ممثل في الملائكة الصورة الجميلة دي هي دي كانت تركيبة الإنسانية في ذلك الوقت أو في ملء الزمان لكن الحقيقة النجم الأسمى في هذه الأحداث كلها هو أمنا العزراء مريم عدرة مريم اللي بنسميها دائمة البتولية وبنعطيها ألقاب كثيرة جداً وبنخصص لها شهر كياك في المدايح وبنسكر شفاعتها في كل وقت ونطلبها ونسميها أمنا العزراء القديسة مريم وبنسمي بطنها معمل الاتحاد الإلهي وفي بطنها التقت السماء والأرض وتجسد ابن الله منها هذه النجوم كلها بتقدم لنا رسالة مهمة جداً إن احتفالك بالميلاد يعني إنك تعيش في السماء وتصير نجم ولا تصير حياتك أرضية فقط أو ترابية فقط ولكن حياتك تصير سماوية وإحنا بنتكلم على النجوم الكثيرة لصحبة أحداث الميلاد لازم يكون لنا رسالة واضحة طبعاً الرسالة الأساسية إن اجعل حياتك دائماً حياة سماوية خلي حياتك حياة سماوية والحياة السماوية ده هي ترتفع عن الأرض صح بنعيش على الأرض برجلينا بنروحه وبنيجي لكن خلي حياتك دائماً حياة سماوية مرضية أمام الله مثلاً ممكن نتعلم فضيلة الإسرار من خلال المجوس اللي تعبوا ولغاية ما وصلوا وإسرارك الروحي في حياتك ونفسك الطويل دي رسالة مهمة إنك تاخدها إياك في العام الجديد ممكن يكون التدريب اللي ممكن ناخده في هذا العام الجديد ممكن يكون حياتنا الروحية المنظمة والمستمرة وأنا أحب أقول تدريب كده مبسط التدريب المبسط ده ممكن يكون مناسب لكل واحد كل يوم ارتبط بالإنجيل وبالصلاة كل يوم وخلي شبعك الروحي يومياً في إنجيلك يومياً في صلواتك والصلوات بقى أشكالها المتعددة بالأجبية بالتسبيح بالمدايح بالترانيم بالصلاة القصيرة كل دي صبل متاحة قدامك نمرة اتنين كل أسبوع أيضاً خلي لك النبع الروحي اللي ممكن ترتبط به قدامك أداس بتحضره ومعظمكم بيبقى مرتبط بأداس يوم الحد ده غير الأداسات اللي بتقيمها الكنايس في أيام الأسبوع الأخرى واهتم بصوم اليومين اللي هو صوم الأربع والجمعة الأربع بيقولك رسالة إن الخطيئة خاطئة جداً أو الخطيئة خيانة لمحبة الله فدي بتذكرنا ده تذكر أسبوعي الجمعة بيفكرنا بإن فدأنا وخلصنا جه من خلال الصليب المقدس الصليب المسيح فخلي عندك التدريب ده الأسبوعي التدريب الشهري إنك ممكن تحضر اعترافك أو تقابل أبو اعترافك لكن تفرغ قلبك بالسمرار طلباً للتوبة والحاجة الثانية اللي تعملها إن يكون لك قراءة روحية شهرية يفضل إنها تكون في سير القديسيين أو في الشبع الروحي أو في الدراسة الروحية بصفة عامة بحيث إن بقى فكرك فكر روحي لو عملت البرنامج ده بسميه كل يوم كل أسبوع كل شهر لو عملت البرنامج ده هيكون تدريب طقوي روحي مبسط يفيدك تقدر تعمله في أي وقت وفي أي مكان يبقى الرسالة الأولى والأساسية في احتفالنا بالكريسماس إن تكون حياة الإنسان حياة سماوية أتمنى لكم كلكم حياة مقدسة في المسيح وتصير حياتكم كنجوم وأتذكر قول اللي قاله القديس يحنى زهبيه الفم لما بخاطب الإنسان المسيحي بيقوله بخاطب الإنسان المسيحي الموجود في الكنيسة بيقوله أن تكون شمسا أو حتى قمرا أو حتى نجما المهم أن تكون في السماء يعني أي واحد فينا ممكن يكون شمس يعني كبير مشهور معروف أو أمر أقل شوية وضوءه محدود اللي بياخده من الشمس أو نجم البعيد خالص ويظهر لنا أو يبدو أنه صغير المهم تكون أي حاجة شمس أمر نجم المهم تكون في السماء كل عيد ميلاد وانتو طيبين